بسم الله الرحمن الرحيم في عندي كتير تساؤلات انتو عم تتساؤلوها بتبعتولي اياها مشان لكمة تركيب للكبار سواء للكبار سواء او لصغار قديش لازم يكون عدد الغراز قديش لازم يكون الطول كيف لازم يساوي الحردة انا هلا رح اجاوبكم عليها كلياتا بالتفصيل قبل كل شيء بالنسبة لبداية عدد الغراز انتي اذا ما كنتي عرفاني قديش انتي بتكوني شاغلة الصدر والظهر بتكوني شاغلتين هاي بغرزة الريب ما بداشي انتي بس هيك جيبيا وحطيها على ايدك او على ايد الرجل او ايد الطفل اللي انتي مشتغلتينه وهيك خليها لا تشدي بس خديها هيك حطي هون بس حطيك قديش هيك بشكل لطيف بتعدي قديش شون هون لهون الغراز الغراز من هون لهون قديش بيطل معيك 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22 24 29 28 28 32 34 36 38 42 42 44 46 46 48 48 غرزة انا بديت الكم انا بديت الكمة 48 غرزة نحنا الشي بنعرفه بالنسبة للكمة التركيب يا بنات انو نحنا بنبتدي بالغراز 70 الريب بنشتغل ريب بعد الريب مباشر بنبلش نحنا منزيد منزيد غرزة من هون وغرزة من هون هاي اللي الزيادة بنرجع بالنسبة للكبار اربط لازم تطول المسافة بيصير كل 8 دوار او كل 10 دوار منزيد غرزة هلا لاحظوا اول شي غرزة هون 8 دوار ضدنا ردة 8 دوار بعدها كل 10 دوار ليش لانه مساحة مسافة طول ايد الكبير تختلف عن ايد الصغير تعلمنا انه بدنا نزيد خمس مرات من بعد الغراز الريب خمس مرات كيف بدنا نعرف حالنا انه نحنا وصلنا لحفرة القبت كيف مناخد القياس ما بده شي بتجيبي الميزورة الميزورة بتحطيها تحت القبت مباشرة تحت قبت الطفل او الرجال او اليك انتي بتحطيها تحت ويخلي ايدك لتحت بتقيسي من تحت القبت مباشر لعند الرسغ لهون قديش بيطلع معاك الطول وعرفتي انتي حالك انك وصلتي انتي لطول الكبير ليش هيك منقول نحن في كتير ناس بيقولك انه طول الكبير لازم يكون اطول من الكنزة بس هلا بها الايام الحالية عم نشتغل كنزات او بلوفارات اطول بزمان من البلوفارات القديم يعني هلا هدا اربعة وخمسين هلا هدا طولة للبلوفر من هون لعند هون اربعة وخمسين غرزي ليش لانه طويلة تحت لانج اربعة وخمسين هدا كتير طويل على الكبير قوم نحنا منعتمد مبدأ قياس على ايد الطفل او ايد الرجل او ايد المرأة اللي احنا عم نشتغل بعدين ديجي هلا الهنا زدنا كنا 48 غرزة صرنا هلا 58 غرزة 58 غرزة عندك المسافة تقولي قديش انا بدي احفور قديش لازم احفور انا او احرد حرد السلباط قديش لازم احردها انتي كيف حردتي بالصدر بدك تحردي بالكم نفس الحردة ما بيصير تغيري عنها اطلاقا ثلاثة اثنين واحد وبتستمري هاي تطلعي فيها وهون كمان بتكريحردي ثلاثة اثنين واحد ما بيصير تغيري بعدين في عنا مشكلة كمان انه مثلا نجي نحنا هيك نجي منشوف منلاقي انه عدد الغرز نحنا معانا بعد ما حردنا هالحردة هاي ما بتقدينا تماما لطول الحردة من هون لهون لانه ليش نحنا بالعادة دايما بعد الحردة هون نبلش مناخد كل دور غرزة من هون وغرزة من هون غرزة من هون غرزة من هون في طريقة بسيطة ممكن نحنا نتحايل عليها بحيث نحنا ما نكرر الكم كلياته هلوم نعمل نجي نشتغل نشتغل اول شي حردنا الحردة ثلاثة اثنين بواحد طبعا من الطرفين وكيف بيصير لفرجيكم ياها عملي لحتى تشوفوا كيف قدامكم هون هاي هون حردنا ثلاثة نحنا ما هيك نحنا عم نشتغل بخيصين بلونين عم نشتغل ومشو بدنا نعمل نحنا مشان هلا هذا الخيص مشان بدى يكون هون الخيص ونحنا حردنا شلوم نعمل ومشي معنا وهلا كمان ليك شلون صار قريبة علينا شو بنعمل هلا بنحرد هلا هاي واحد طبعا منشتغل هاي هاي وحدة هلا بنحرد هاي وحدة هاي وحدة مشان ما بنخليه بعيد خليه معنا مشان ايش ما بنخليه بعيد لان احنا عم نحرد هلا وهي الثاني هاي حردنا الحردة الثانية نكفي هلا منكفي هيك لاخر الصصر من هالطرف الثاني كمان بنعمل شي بس اهم شي اذا كنت عم تشتغلي بالمقلم انتي بتمشي الخيص معاك هاي صرعت معي عقدة معليش بتمشي الخيص سرجي شلون بصير ما بتتدايق منه بتتابعي بتتابعي الحردة مثل ما انتي بتعرفيها بتعملي وحدة من هون وحدة من هون لمدة ثلاث ادوار لاحظتي انه الكمداء معاكي ومشو بنعمل نتحايل عليه بطريقة شو هي الطريقة نجي لاحظوا اشتغلنا ثلاث دوار ثلاث دوار اخدنا غرزة من هون وغرزة من هون غرزة من هون كله ببداية الدور بس بداية الدور مو باوله وبنهايته كل بداية الدور سواء على العدى سواء على المقلوب بعدين بتجي تلاحظة انه الغرز معاكي ما كثير قدتك طيب مو مشكلة ومشو مصير نعمل بنحرد كل دور كل رابع دور نحرد دور الثنين الثالث هون نحرد هيك يعني منروح منرجع منروح منرجع منحرد منروح منرجع منروح منرجع منحرد منظل مستمرين هيك حتى نلاحظ حالنا انه نحنا وصلنا الى طول مسافة مقبولة بالنسبة لطول الحردة لاحظوا هون شلون الحردة انا عنديها لانه رجالي رجالي حردته كبيرة 22 سنتي نحنا شلون بدنا نخليها تتناسب معنا مع عدد غرز الكم بدنا نعمل هالطريقة اذا ما بنحرد كل دور كل دور كل دور غرزة من هون غرزة من هون نعمل كل اربع دوار غرزة كل اربع دوار غرزة لمسافة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس مرات خمس مرات نلاحظ حالنا انه نحنا وصلنا منقيس على حردة الابت السبعية الصدر نلاحظ انه احنا قربنا ونرجع منقول نرجع واحدة من هون وحدة من هون وحدة اخر شي نحرد كم عكس حردة الباط كيف كانت حردة الباط ثلاثة اثنين واحد هون منعكسها هلا منساوي اثنين ثلاثة اربعة اربعة تكون نحنا خالصين لاحظوا كيف يا بنات يعني بتساوي هلا انت هون لازم واحد لا نحنا منكترهم شوي منساوي ثلاثة اربعة نختم لاحظوا شلون بيطلع معاكم الكم دائري ومرتب بعدين في عندكم بالنسبة ثلاثة ما بده شي صبايا كتير سهلة الطول كيف بده يكون بتحطي الحردة على الحردة هيك وبتقيسي عليها بتقيسي عليها تماما ما بيصير ابدا تكون اقل منها بس لحطيتي هون الحردة حطيها هيك عليها وبتقيسي هون وتلاقي حالك وصلتي لهون معناته انت وصلتي للنهاية هاي النهاية عندك قوم بتبلشي انت بتنقيس الغرض كيف نحنا منركب الكم نحنا منجيب الكم هيك منحطو اول شي منحط من هون بدنا نخيطو منخيط منخيطو من هون و بعدين نتابع هيك طبعاً منحطو على الظهر منحطو علقب screams بالرقبع على الحردة لاحظوا ليش نحنا منقولكم الطول يجب يكون نفس الشي هيك هاد هون هن ذهون بال engineered هذا نضعه عند التقاء الكتف وهذا نرى كيف يخرج الحردة على الحردة ومن هنا يجب أن يخرج هذا الطول تماما وعندما تركبي الكم تركبيه وتضغري هناك بالمنتصف لاحظوا بنات هذا كله بشكل دائري يأخذ هذا الكم أبدا مثل الخياط يخرج مقصوص أص لاحظوا كيف يضبط معنا كله على التمام يتأمل إن شاء الله إذا كنت أفدتكم بإجاباتكم وإن شاء الله تستفيدوا وإلى اللقاء في الفيديو آخر